أهلا بكم رحبت قوى سياسية وشعبية ليبيا بدخول قانون الدعم الأمريكي لاستقرار ليبيا حيز التنفيذ كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة اعتبرت القانون توجه جديد لدى واشنطن لبناء شراكات فاعلة ومستدامة مع ليبيا في حين رأى الشارع عن القانون بمثابة إعلان عن تزايد اهتمام واشنطن بالتوصل إلى حل شامل في ليبيا ارتياح واستبشار كبيران لدخول القانون الأمريكي لدعم الاستقرار في ليبيا حيز التنفيذ مع توقعات بمساهمته في دفع العملية السياسية المتعثرة أخيرا إلى الأمام والتزام كل الأطراف السياسية والعسكرية تعهداتها السابقة بالعمل لإجراء الانتخابات المنتظرة كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة اعتبرت القانون توجها جديدا للإدارة الأمريكية بخصوص ليبيا ويدعم الاستقرار السياسي والأمنية والاقتصادية والمؤسسة في البلاد ومن شأنها نعم أن تعيق أن تساعد على إزالة كل العقبات اللي هي الخلافات التي ممكن يتوقع أن تحدث في الفترة القادمة من مؤيد ومعارض وبعض الضغطات التي تحدث من بعض الجهات ويمكن التعوير عليها ممكن الضغط بها ممكن نطالبهم أن يكون هناك زيادة في الضغط يعني ينتمنى أن كل الدول تأخذ نفس الموقف وتنص بنود القانون الأمريكي لدعم استقرار ليبيا على الضغط على كل الأطراف المحلية والخارجية لإنهاء الوجود العسكري الأجنبي في البلاد والتعاخد بمعاقبة كل الأطراف والكيانات التي تعيق تنفيذ العملية الانتخابية أعتقد أن هذه الخطوة من مجلس الدولة ويراد بها فقط هو جلب أو محاولة جذب القوى الأمريكية إلى جانب مجلس الدولة في صراعه مع مجلس النواب ومحاولة أن يكون هو المسيطر على المشهد الليبي وليس مجلس النواب والابتعاد عن كون مجلس الدولة تابعا لمجلس النواب في القرارات وتؤكد الولايات المتحدة بشكل مستمر على التزامها بمساعدة الليبيين من أجل مستقبل موحد أكثر استقرارا بعد الانقسام والصراع العنيف الذي شهدته البلاد على مدار عقد من الزمن يرى الشارع الليبي أن دخول قانون دعم استقرار ليبيا حيز تنفيذ يعتبر إعلانا أمريكيا بتزايد اهتمام واشنطن بحل الأزمة الليبية المعقدة وطيه صفحة الصراع فرش حمزة الحرة برغازي حذرت جينيفر جافيتو الدبلوماسية الأمريكية المرشحة سفيرة لدى ليبيا من الوجود الروسي والصيني في البلاد وفي بيان أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أضافت جافيتو المأزق السياسي المستمر في ليبيا سببه الإخفاق في عقد الانتخابات المؤجلة كما أكدت أنها ستعمل مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين بهدف إيجاد حل لتسوية سياسية بين الأطراف المعنية تضع ليبيا على الطريق الصحيح لانتخابات توحد البلاد نناقش هذا الموضوع بشكل أوسع معنا من واشنطن ديفيد تيفوري دبلوماسي الأمريكي السابق سيد تيفوري أعلم بك معنا كيف يمكن لهذا القانون أن يسهم في دفع العملية السياسية المتعثرة في ليبيا للأمام في ظل عدم وجود استقرار أمني وعدم وجود استقرار سياسي وأيضا لا ننسى الوجود الروسي والصيني في ليبيا أعتقد أن هذا يبرهن على إجماع بأن المزيد من الجهود والطاقة من جانب الولايات المتحدة ضرورية في ليبيا للمساعدة على عبور الجمود في العثور على حل توافقي بين الأطراف المتناحرة في ليبيا في الغرب وفي الشرق الولايات المتحدة كانت تركز لسنوات على الانتخابات وكانت تأمل أن تكون هناك انتخابات في ليبيا وأن تكون هناك حكومة جديدة ينظر إليها على أنها شرعية في كل أنحاء ليبيا وأن تكون قادرة على التصرف بالأصالة عن الليبيين والعمل مع الشركاء الدوليين كانت هذه هي إحدى المشاكل تأخير الانتخابات وتعطيلها هذا القانون يوحي بأن الولايات المتحدة تريد عمل المزيد لدفع الأطراف باتجاه حل توافقي الولايات المتحدة يمكن وتستعمل العقوبات في دول أخرى وأحيانا تصنف شخصا تنظر إليه على أنه يعطل الحل التوافقي على أنه غير مستعد للتحرك إلى الأمام في العملية السياسية ويكون هناك عقوبات عليه وهذا يعني أن هذا الشخص لا يمكن أن يقوم بأي عمل مع أي أحد في الولايات المتحدة أو مع أي شركة أمريكية وبالتالي يكون من الصعب عليه السفر والانخراط في معاملات مالية إذن هذا نفوذ على الناس الذين يتصرفون كمفسدين ويمنعون حلول توافقية في ليبيا في ظل التحذيرات الأمريكية أو التحذيرات التي جاءت على لسان السفيرة المرشحة لأن تكون سفيرة الولايات المتحدة في ليبيا سيدة جنف الجافوتي من الوجود أو التغلغ الروسي والصيني في ليبيا كيف يمكن لولايات المتحدة تحقيق دعني أقول توازن لربما بين إنهاء الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا وأيضا دعم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة للوصول إلى استقرار تام في البلاد بوجود حكومة وأن تنتهي هذه الأزمة التي راوحت أكثر من عشر سنوات أولا أقول جينيفر ديفيتو هي خيار ممتاز أن تكون السفيرة الأمريكية الجديدة في ليبيا وكنت سعيدا بالعمل معها على موضوع العراق وهي ماهرة وفعالة كدبلوماسية وهي ستجلب طاقة جديدة إلى الجهود في ليبيا الولايات المتحدة أيضا تحتاج إلى الانخراط في دبلوماسية أقوى مع اللاعبين الخارجيين الذين أيضا يدعمون أجنح مختلفة داخل ليبيا ويجعلون من الصعب الوصول إلى حل توافقي وهذا بالطبع يشمل روسيا كما ذكرت ويشمل مصر والإمارات وقطر وتركيا وحتى بعض الدول الأوروبية الولايات المتحدة كانت على الهامش لسنوات ونأمل أن هذا يعني أن أمريكا ستعود إلى اللعبة وهذا يعني محاولة جعل كل هذه الدول التي ذكرتها تعمل بطريقة أفضل سويا لدعم حكومة موحدة ودعم إجراء انتخابات وبالطبع هذا هو الهدف هذه الدول لها مصالح محددة تحاول تحقيقها في ليبيا أنا لا أقول أن أمريكا لها الكثير من النفوذ على روسيا ولكن أقول أن روسيا أصبحت منشغلة بأشياء كثيرة وليس لديها القدرة على أن تكون منخرطة إلى حد كبير في ليبيا لأن هناك قتال وجودي داخل أوكرانيا وتحاول أن تحافظ على أهدافها في أوكرانيا طبعا نحن نصد روسيا في أوكرانيا وأيضا نعمل على صد التواجد الروسي في ليبيا خاصة التواجد العسكري وأيضا فلول قوات فاغنر الموجودة في ليبيا أيضا طيب هنا نريد أن نسأل عن الضمانات التي لربما يمكن أن تكون فعالة لعدم تدخل الدول الأجنبية في ليبيا ضمن إطار هذا القانون الأمريكي الذي يدعم الاستقرار في ليبيا ذكرت أنت العقوبات ولكن العقوبات ليست شيء جديد تفرضه الولايات المتحدة على كثير من الدول إن كانت مثلا على سبيل المثال إيران روسيا ولكن لا تزال هذه الدول تعطي الاستقرار مناطق مختلفة حول العالم إلى أي مدى برأيك هذه العقوبات إن تدخلت أو لم تستجد دعني أقول تلك الدول التي لها أياد داخل ليبيا بأن تكون فعلا هذه العقوبات فعالة وتمنعهم من التدخل هل من سنياريوهات أخرى من كما تتخذ الولايات المتحدة يعني أكون واضحا لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على بعض هذه الدول التي تتدخل في ليبيا خاصة لأنشطتها في ليبيا الولايات المتحدة ستستخدم العقوبات وتفرض عقوبات على قادة ومسؤولين ليبيين ينخرطون في أنشطة فاسدة ويحفزهم الفساد والأموال غير المشروعة بدلا من العمل بناء على مصلحة الشعب الليبي هذه العقوبات على الناس الذين يعملون كمفسدين للعملية السياسية ممكن أن يكون له تأثيره وفعاليته نحتاج أن نتوخى الحضر بالنسبة لمن نعاقب لا نريد أن نعاقب أحد يدعم العملية أو يعتبر قائد شرعي يحاول أن يحشد البلاد باتجاه حلول توافقية وإنما اللاعبين المحفزين من قبل المال الفاسد ويتلقون أموال من بعض الدول خارج ليبيا ويحاولون تحقيق مصالحهم هم يمكن أن نعاقبهم وأعتقد أن الولايات المتحدة ستنظر على الكثب على هؤلاء الناس وتقوم بفرض عقوبات جديدة على هؤلاء الأفراد في الدخل الليبي هناك أشخاص مثلا خليفة حفتر هو رجل مسيطر في شرق ليبيا محكوم عليه في المحاكم داخل الولايات المتحدة هذا الرجل لديه سلطة في ليبيا لديه نفوذ في ليبيا لديه شعبية أيضا في ليبيا كيف سيتم من خلال هذا القانون التعامل مع طرف فاعل ولديه نفوذ في ليبيا وشعبية لتحقيق الاستقرار والوصول بالتأكيد إلى حكومة دائمة منتخبة حرة نزيهة في البلاد أنت على حق هفتر هو شخص لديه الكثير من القوة خاصة في شرق ليبيا ولديه قوات عسكرية موالية له وهو أحيانا لا يتنازل بطريقة فيها مصلحة شعب ليبيا يجب أن تكون هناك محادثات مباشرة معه لإقناعه باتخاذ المصاري الصحيح في ليبيا وهو يمكن أن يكون أب ليبيا الجديد بدلا من محاولة تحقيق مصالحه ومصالح عائلته علينا أن نناشد إحساسه الوطني تجاه ليبيا الموحدة ويمكن تهديده بإجراءات إذا تدخل في العملية السياسية وهذه تشمل عقوبات عليه أو على الأشخاص القريبين منه حتى أفراد العائلة المنخرطين في أنشطة تدمر العملية السياسية في ليبيا إذن أسلوب العصى والجزرة الجزرة الدبلوماسية ومحاولة العثور على أشياء في مصلحته ومصلحة ليبيا والعصى هي العقوبات على الأقل إحدى الأشياء التي يمكن استعمالها لإكراهه على الوصول إلى حل توافق والعمل مع الغرب ومع ترابلس للتحرك إلى الأمام باتجاه حكومة جديدة في ليبيا وانتخابات لحكومة ليختارها شعب ليبيا شكرا لك من واشنطن ديفيد تفوريا الدبلوماسية الأمريكية السابق اشتركوا في القناة